كيف كتشوفوا معايا هدوهم الحشوات ترائعين للداد اللي غايعجبكم بزاف زاف الافطار مائدة رمضانياتش كيلة زوينة بزاف تقدموه الضيوركم تقدموه العائلتكم كيف ما تحبوه عندكم تكونوا ما زال ما دبتوش لا يكلم ما زال ما دبتوهاش ديروها وتبعوا معايا تبعوا معايا اتعجبكم كي قط لكم الحشوات صحيح ليوم كينش تدوقوا هي المرحلة اللي عندي زوينة ومهمة بزاف لكن ما كيناش لاننا صائمون لا يتقبل منا ومنكم ومن كل المزلمين ان شاء الله بالعالمين مهمة كم ضمن لكم كيف العادة الجودة طعم للداد السلام عليكم حماته وبركاته كيف حالكم تقبل الله وطاعتكم بسم الله على بركتي الله نبدو اول حشوة الحشوة اللوله نحتاج لها جوج ديال الجزارات جوج خيزوات مبروشين منقين ومبروشين نجيب واحد ليناء او واحد صلاة ديار ونوضع فيها نبدأ ننقل لكم المقادر ونوضع في نفس الوقت نوضع جوج ديال الجزارات المتوسطي للحجم يعني يكونوا متوسطي للحجم مصغرش عنوضع نصف حبة خاص الحبة ديال الخاصة ناخد نصف دياله ما الافضل يكون داك القلب الداخلي كي يكون زوين وطري ناخد علبة ديال الدورة المصبرة علبة الدورة صغيرة ثم اضيف كذلك الكورنيشون او مخلل الخيار مقطع دوائر كيف كتشوفو بحال هتشكل هدا وغا نضيفه كذلك ثم اضيف رشة فلفل اسود وقليل من الملح ودائما منك نضيفه الملح نعرف ان انا غنضيفه كذلك الطون وغنضيفه اه عنا المخلل اللي هو مالح قليلا فانضيفه محسابنا نضيفه كمية الملح اللي هي تكفينا فقط نضيفه ملعقة ديال الطعام ديال المايونيز يمكن لكم تعويض هاد المايونيز اللي هو انا مستعمله هنا غلا اللي مشاريعه ما مستعمله شي كا نصاوب في البيت الى بريتو تعويضوا هاد المايونيز يمكن لكم تصاوبوا المايونيز اللي بلا بلا اسميتو بالضانون السوس او بيوغورت الطبيعي ثم او ضيف علبة الطونة الطونة مافضل يكون نوع جيد كي يجيل ديد بزاف لا بريتوه بالزيت ديالو خليو نصف الكمية ديال الزيت فقط لا تخليوش الزيت كاملة لانه سيكون صعيب ويضربكم في قلبكم ذلك الزيت كاملة سوف نخلط الحشوة ديالي مع بعضها جيدا عندي واحد شوية ديال الزبيب انا غنضيفه الحشوة اللي غنعمر بها انا فقط غنقسم هذه الحشوة من بعد لانه ولدتي ما كيكلوش الزبيب غنضي بغيف اللي غن اكلنا الزبيب والقرقعة هنخلط الكل ونغطي الحشوة ديالي ونوضعها في البرد على ما نبغيها ان شاء الله باش نحشي بها البطبوط للإشارة البطبوط اللي غنحشيه اليوم فهو بطبوط المعلمة هدي نخلي لكم رابط ديالو في صندوق الوصف هتلقوا الفيديو ديال البطبوط بالتفاصيل ديالو الدقيقة باش نجح معاكم كي جدا رائع وصالح لكل استعمالات نمرو الحشوة الثانية الحشوة الثانية كنحتاج لها باصلة صغيرة مفرومة ناعم كنحتاج لها وحده بورو مفرومة كذلك ناعم سكون صغيرة البورو اللي ما عندكمش البرو او الكورات يمكن لكم ديالو باصلة متوسطة الحجم او فقط وغادي نحتاج كذلك هنا عندي سبعات الحبات ديال الصوصيس وعندي الصوصيس كثيرة لكن لا بريدش نكتر اللحم في رمضان فهدفت فقط القليلة بريد تضيء تزيده فكتب الكمية كي يبقى لكم اختيار ناقانيقها ايا فعل بهارات مبهرة نضيف فقط قليل من الفلفل اسود لاجل البصل وغادي نضيف القليل من الملح كذلك الاجل البصل فلفل اسود وملح فقط ما نضيفهش بهارات اخرى نحافظ على الطعم ديالنقانيق كيفما هو ثم غادي شوية ديال الزيتون غادي نضيفه هادا حتم بعض التطيب ديالي عادة نضيف القطع ديال الزيتون لكان عندكم زيتون لي مشار ملح ضيفه كان بها احسن انا ما عنديش ما توفر ليش غادي غير هذا صافي بعد ما كي طيب ديالي هنا مع البصل ما كنضيفهش المواد الدسمة كنكتفيه بالدسم اللي في النقانيق فقط كنضيفه الزيتون وكنخلطه لكل مدة دقيقة قريبا يمكن اضافة الهاريسة كي يبقى اختياري صافي وغادي نخليه كذلك الحشوة ديالنا على جنب وغادي نمره للحشوة التالتة بالنسبة للحشوة التالتة فهي السهلة جدا واقتصادية جدا كنتج لها حبة بطاطس واحدة مسلوقة ومقاطعة مكعبات حبة البطاطس اللي بغا يضبلها او يضعها في المقادير كيم كلي هنضيف لها تسع حبات زيتون اسود مضاف ليهم ربع ملعقة ديال الهاريسة ربع ملعقة صغيرة ديال الهاريسة ثم اضيف القليل من الملح عندي النصف بصلة اه مفرومة غادي نضيفها هناك كذلك مفرومة ناعم جدا تكون ناعمة كتير باش ما تبالي ناشو كل بصل الابيض باشي البصل الاحمر لكن البصل الخضارية فما الافضل فحاليا ما كيتوفرش داك البصل اللي عنده داك الساق الاخضر كي يجي لديد بزاف معها غنضيف قليل من الملح قليل من الفلفل الاسود هنا را كي حسب لي رانيك كنس صور مزيان وراه الكاميرا ببعدات هدو هما العناسير ديالين بعد ما اضفت ليهم الزيتون الهاريسة البصل اه الفلفل اسود والملح غادي نخلطهم مع بعضهم جيدا غادي نضيف زيت زيتون كنضيف وحد ثلاثة لابعت الملح قليل زيت زيتون هنا ما كنضيفوش مايوناز هاد الحشوة ما فيهاش مايوناز ما كنضيفوش مايوناز يمكن ليكم اضيفو الاتونة ايلا بغيتو لكن ما كتحتاجوهاش لانا انا نضيفو واحد البيضة فكتجي جدا لذيذة ورائعة ومالحشوات كلهم ملداد وهاد الحشوة البطاطيس كتعجبو لدي بزاف بزاف لانك تعافلو لديك يحبو البطاطيس بزاف وحتى ديال الجزر ديال الصوصيس كذلك لديدة جدا بالنسبة اللي كيحب دنا قانق صافي كنضيف بيضة مسلوقة كنبرشها بهات الشكل هادا وغادي نخلط الكل وهالحشوات ديالي بتلاتة جاهزين باش نعمر بهم البطبوط البطبوط ديالنا اللي كيف قدت لكم هو بطبوط ام عبدالله كنعتادة ببطبوط المعلمة اللي عنا خلي لكم بابة دياله صندوق الوصف هو فعلا البطبوط ام عبدالله يعني لم اكدب استغفر والله كي قدت لكم غادي نحشيه بدون من نطول عليكم الفيديو في الحشو غادي نحشي البطبوط وغادي نرجع معاكم تشوفوا النتيجة النهائية بعد ما حشيناه وزينا كذلك الطبق ديال تقديم ديالنا كيف تشوفوا معي هدا هو البطبوط ديالنا بعد ما عمرناك هجي الحشوة جدا هائلة رائعة لديدة مقوية زوينة بزاف يمكن لكم تحطوها لضيوفكم اللي حبيته مهم كانت هدا كان هدا وقت راحنا اليوم ثلاثة الحشوات ديال البطبوط اقتصاديين ساهلين مهلين جفبوا الحشوات وجفبوا كذلك البطبوط ودعو لي في التعاليق خليوا لي تعليقاتكم وكذلك لايكاتكم نشكركم على الوفاء ديالكم الدائم وحسن المشاهدة الى اللقاء في فيديو قادم مع الف سلامة تحياتي تقبل الله طاعتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة